أعزائي المشاهدين أهلا بكم وندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر ندوة اليوم عن خلق الحياء يدير ندوة اليوم الزميل خالد منصور أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نيل الثقافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في ندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي من أكاديمية وزارة الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء كما يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وفي الحديث أيضا الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ندوتنا الليلة عن الحياء ويشرفنا أن يكون معنا الشيخ جابر طايع يوسف رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف وأيضا الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين والكلمة الآن للشيخ جابر طايع يوسف فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم تقبل الله من الصيام والقيام وسائر الأعمال الحياء هو خلق من أخلاق الإسلام كانت الدعوة إلى مكالم الأخلاق من أهم مقاصد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وحسن الخلق والإيمان متلازمان فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وحسن الخلق يثقل الموازين المؤمن ويزيد في إيمانه ولذلك قرن الإيمان بخلق الحياء فلا إيمان بلا حياء ولا حياء بلا إيمان فإذا رفع الحياء عن الإنسان نقص إيمانه بقدر ذلك كما في مستدرك الحاكم بحسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وبين صلى الله عليه وسلم مزية للحياء على سائر الأخلاق فقال إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ولذلك الحياء كان خلق الصحابة وخلق المرسلين أجمعين قال عنه صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه ولذلك سيدنا موسى عليه السلام عندما تليت الآية في القرآن الكريم في ابنة شعيب رضي الله عنه قالت استأجره قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لماذا قالت هذه الكلمة لأن سبقها قالت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فقالت استأجره يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ولذلك كان يقرأ الشيخ محمد رفعة رحمة الله عليه القارئ كان يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ويقف وليس هناك وقف على غير العادة ثم يعيد فعل الحياء فيقول على استحياء قالت إن أبي وكأنه يريد أن يعلمنا أن مشيتها كانت على استحياء وأن قولها أيضا كان على استحياء فإذا ما تطابقت المشية وتطابق القول في الحياء أعتقد تكون ابنة شعيب ويكون موسى عليه السلام الذي استأجره وكان هو القوي الأمين فلما قيل كيف عرفت قوته وكيف عرفت أمنته قالت عرفت قوته عندما رفع حجرا لا يقوى على رفعه أربعين رجلا من الرجال الأقوياء مفتول العضلات لا يستطيع أن يحمل هذا الحجر فرفعه موسى عليه السلام وقالوا كيف عرفت حياءه قالت عندما كان يمشي يمشي خلفي فإذا به يجد الهواء قد يجسد مفاتنها فيقول لها ويشير إليها أن تمشي خلفه وهو يمشي أمامها فيقول لها إذا أردتيني أن أمشي ميمنة فالقي بحجر جهة اليمين وإذا أردتيني أن أمشي ميسرة فألقي حجرا جهة اليسار فعرفت أنه أمين عليها في طريق وفي غربة وفي وحشة وفي شدة فقر لكنه استعصم واستمسك بالفضيلة ورغم كل ما يحيط الإنسان في أثناء غربته وأثناء وحشته وأثناء فقره قد يتحلل من مكارب الأخلاق قد يتحلل من الحياء قد يتحلل من القيم والمبادئ والتصورات عن هذا الدين إلى تصورات أرضية إلى تصورات شيطانية إلى تصورات مادية فتذهب معه قيم السماء ولكن موسى عليه السلام شهدت له ابنة شعيب بهذه الشهادة يعني من خلال قصة سيدنا موسى يتضح لنا شروط الحياء بشكل ما نستكمل الحديث حول هذا الركن من الإيمان مع الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين فليتفض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد كل عام وحضراتكم بألف خير تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وأعاننا في هذا الشهر الفضيل على ما يرضيه عنا اللهم أمين أما بعد يعني استمعنا إلى فضلة مولانا الشيخ جابر وهو يحلق بنا حول مفهوم الحياة وحول ما كان من سيدنا موسى وابنة سيدنا شعي ويعني جاء بقول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين من هنا نستطيع أن نعرف الحياء بأنه معناه الحشمة في اللغة بمعنى الحشمة وفي الاصطلاح تغير وانكسار يعتر الإنسان من خوف ما يعاب به ومحله الوجه أي أن الحياء يظهر على الوجوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه المرأة فتسأله فيجيبها جاءته مرأة ذات يوم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فقال صلى الله عليه وسلم نعم إنما الماء من الماء وجاءت امرأة أخرى فسألت كيف تتطهر الحائض بعد انقطاع دم الحيض عنها فقال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة فتتبعي بها أثر الدم فقالت المرأة كيف أتتبع فظهر الحياء في وجه رسول الله تقول السيدة عائشة فجذبتها وبينت لها ماذا تفعل لأنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها يعني البنت البكر التي لم تتزوج بعد لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حيي وكان صلى الله عليه وسلم يظهر أثر الحياء على وجهه الشريف الحياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في أكثر من حديث قال الحياء كله خير وقال الحياء لا يأتي إلا بخير وقال الحياء شعبة من شعب الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان والحياء قرنا جميعا وفي يوم مر على رجل وهو يعظ أخاه فقال دعه فإن الحياء من الإيمان وقال في الحديث لم يبقى من النبوة إلا قول القائل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لذلك يقول الشاعر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء إذن الحياء بمعنى الحشمة بمعنى الوقار الحياء بمعنى تغير وانكسار يعتر الإنسان من خوف ما يعاب به وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه لأن الحياء بيكون سبب في أن الإنسان يكون عنده ورع جاء رجل ذات يوم إلى سيدنا إبراهيم بن أدهم فقال له يا إبراهيم أنا أتجرأ على معصية الله ماذا أفعل فقال له إبراهيم بن أدهم إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاعصي الله في مكان لا يراك فيه فقال إبراهيم وهل هناك مكان لا يراني الله فيه قال فإن أردت أن تعصيه جل وعلا فاسكن شيئا غير بلاده قال وهل هناك مكان في الأرض ليس ملكا لله قال فإن أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزقه فقال الرجل وكيف لا أكل من رزقه وجميع المخلوقات تأكل من رزق الله فقال إن أردت أن تعصي الله جل وعلا وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب فقال لا أستطيع إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فقال وإذا جيء بك يوم القيامة وجاءتك الزبانية ليأخذونك إلى النار فقل لهم لن أذهب معكم فقال الرجل يا إبراهيم لا حيلة لي بما قلت وأعاهد الله جل وعلا أني تبت وعدت إليه ولن أتجرأ على معصيته أبداً الحياء كله خير الحياء لا يأتي إلا بخير العلماء قسموا الحياء إلى قسمين حياء فطري غريزي وحياء مكتسب الحياء الفطري أو الغريزي هو ما يولد به الإنسان نرى بعض البنات تقول دا البنت دي عندها حياء يظهر عليها وكذلك بعض الشباب أحياناً ترى أنه يبدو على وجهه أثر الحياء والخجل وده يمكن قل في زماننا هذا فهذا من الحياء أيضاً دا حياء فطري غريزي يولد به الإنسان منذ الطفولة ويظل ملازماً له حتى عند الكبر والحياء المكتسب يكتسبه الإنسان من القراءة ومن معاملة الناس ومن التعامل مع الناس ومن التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الواحد لما يتعامل مع الناس يستفيد من الناس بأنه يكون عنده حياء ودل علمنا إياه سن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء له صور وله مجالات كثيرة حياء من الله حياء من سيدنا رسول الله حياء من الملائكة حياء من الناس حياء من النفس الحياء من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يراقب ربه جل وعلا كان في واحد من الصالحين اسمه سيدنا ساهل بن عبد الله التستري كان ساهل بن عبد الله التستري هو طفل صغير عنده خمس سنوات له خان شقيق أمه وكان من العباد ومن الزهاد يقيم الليل بين آدي الله فكان ساهل بن عبد الله يدخل عليه وفي خلوته وكان يعطله عن عبادته فقال له قاله يا بني قل هذه الكلمات قل الله مطلع علي الله ناظر إلي الله شاهد علي فأخذ ساهل بن عبد الله يرددها فكانت سببا في فتح الله عليه من علم وأيقن أن الله يطلع عليه وينظر إليه ويشهد عليه فلن يتجرأ على معصيته أبدا الله مطلع علي الله ناظر إلي الله شاهد علي إذن الإنسان بيراقب ربه سبحانه وتعالى يستحي منه جل وعلا لذلك سيدنا النبي لما قال للصحابة استحيوا من الله حق الحياء فقالوا يا رسول الله كلنا نستحي من الله فقال ليس هذا ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى وأن تحفظ البطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلا مهما عمر الإنسان في الدنيا لابد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى ولابد أنه يكون بين يدي الله في يوم من الأيام والله يقول وقفوهم إنهم لمسؤولون سيسألون بين يدي الله سبحانه وتعالى استحيوا من الله حق الحياء أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك الله حيث نهاك وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني تق الله واستحي من الله في الخلوة والجلوة بين الناس ومع نفسك في بيتك وخارج البيت في كل مكان تستحي من الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم ويقول لسيدنا رسول الله في القرآن وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم ربنا مطلع عليك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن لو كان كيف يكون الله مطلع على باطن الضمير وما حواه الضمير وما حواه الإنسان وما أخفاه عن الخلق فالله مطلع عليه إذن أول صورة من صور الحياة الحياء من الله الصورة الثانية الحياء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إننا أبقى متبع لسيدنا النبي في كل شيء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بعض الناس يقول أنا قرآني أنا ما بخدش بالسنة أبدا الله قال لك في القرآن وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لإن كل اللي بيقول سيدنا النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هو سنة لابد أن نمتثلها وأن نجتنب نهيه فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا بنسأل الناس بتحب سيدنا النبي كل الناس يقول أنا بحب سيدنا النبي لكن هل اتبعته؟ هل امتثلت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ لو امتثلت أمره واجتنبت نهيه ومشيت على ضربه وسنته وطريقته يب أنت محب ومتبع لسيدنا رسول الله من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء في طاعة وفي امتثال للأمر واجتناب للنهي إن سيدنا النبي يفرح بك يوم القيامة إن انت اتبعته صلى الله عليه وسلم النوع الثالث من أنواع الحياء الحياء من الملائكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن فينا ملائكة تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وبالنهار بيقوا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يسألهم الله جل وعلا كيف تركتم عبادي فيقولون يا رب جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون سيدنا النبي علمنا إن احنا نستحي من الملائكة لما الواحد يخلع ثيابه في عنده حياء يخلع ثيابه في المكان الذي يقضي فيه حاجته يا إذا أردى أن يعاشر زوجته يغطي نفسه وإياها بثوب حياء من الملائكة قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حتى الكلام اللي بنتكلم به قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الملائكة يكتبون ما نقول حفظ كرام بررة لا يتركون شيئا إلا كتبوا في ملك للحسنات وفي ملك للسيئات فلابد أن نستحي من هؤلاء الملائكة المجال الرابع والصورة الرابعة من صور الحياء الحياء من الناس إنسان يبقى عنده حياء من الناس وده كان فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان بن عفان لما دخل عليه سيدنا عثمان دخل أبو بكر في الأول فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا ومتجعا فلم يعتدل فلما دخل عمر ظل على جلسته لم يعتدل فلما دخل عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته فقالوا يا رسول الله يعني لماذا فعلت هذا مع عثمان قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وقيل بأن سيدنا عثمان كان إذا أراد أن يغتسل اغتسل وهو جالس حياء من ملائكة الله جل وعلا من ضمن أيضا نماذج الحياء من الناس ما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه مع سيدنا عمر بعد وفاته سيدنا عمر لما حضرته الوفاة أرسل سيدنا عبدالله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة وقال يا عبدالله كلها إن أبي يستأذن منك أن يدفن بجوال الصاحبي كان سيدنا النبي دفن في حجرة السيدة عائشة والسيدنا أبو بكر بجواره وكانت السيدة عائشة تنام في الحجرة وتتخفف من ثيابها في الحجرة لأن الحجرة فيها زوجها سيدنا النبي ووالدها سيدنا أبو بكر الصديق فأذنت السيدة عائشة لسيدنا عمر أن يدفن بجوار صاحبي تقول فلما دفن عمر في غرفتي كنت أنام وأنا شددت علي ثيابي تشد الثياب على نفسها عند نومها تقول وما فعلت ذلك إلا حياء من عمر حتى بعد موته وبعد انتقاله إلى ربه رضي الله عنه وأرضاه النوع الأخير من أنواع الحياء الحياء من النفس إن الإنسان يستحي من نفسه حق الحياء إن الإنسان يعني ربنا أمره أن يهذب نفسه وأن يربيها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الإنسان يربي نفسه ويهذبها ويرطبها وينقيها ويرقيها لأن النفس دائما وأبدا يعني زي ما كان يقول الشيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله تميل إلى نتن الطين الذي خلقت من نفس البشرية بتميل للشاهوة وتميل المعصية إنما الروح تميل دائما وأبدا إلى الرقي وإلى العلو وإلى السمو يا خادم الجسم كم تسعى بخدمته كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان حياء من النفس إن الواحد يحاسب نفسه وده اللي كان بيعمله سيدنا عمر وكان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيأوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا يبقى مجالات الحياء أو صور الحياء خمسة الحياء من الله الحياء من سيدنا رسول الله الحياء من الملائكة الحياء من الناس الحياء من النفس ربنا يجعلنا وإياكم من المتخلقين بخلق الحياء اللهم أمين أمين يا رب العالمين شكرا الشيخ يسري عزام ووجه الحديث للشيخ جابر طايع يوسف وأتحدث هنا عن أحيانا قد تكون هناك كلمة حق أو نهي عن منكر فيستحي الشخص أن يذكر تلك الكلمة فهل ذلك من الحياء بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على العشرون السلين سيدنا محمد وعلى آله وصحب العلمين وبعد الحقيقة حسنا هذا السؤال وحسنا هذا الضرح لأن هناك فرق دقيق جدا بين الحياء والضعف وبين الشجاعة والتهور هناك أناس يستحيون من الله عز وجل وهناك أناس ضعفاء هناك أناس يستحيون أن يقولوا قولة الحق وهناك أناس ضعفاء أن يقولوا قولة الحق ولذلك هناك شعرة دقيقة بين الضعف وبين الحياء ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا عندما يقول في حديث لعبد الله بن عمر كان غلاما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كان غلام في مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي سؤال يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستحييتوا فقالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة هنا استحى من مجلس الكبراء استحى عبد الله بن عمر وهو شاب حادث السن فلذلك لم يرد أن يتحدث في مجلس كبار السن ولكنه ليس عن ضعف ولا ضعف إيمان ولا ضعف في الشخصية ولكن هو توقير للكبير ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه فهذا يعني يتعامل مع مجالس الكبراء بالاستحياء رغم أن المعلومة جاهزة وساخنة في عقله ويستطيع أن يقولها ويكسب بها موقف لكنه أراد أن لا يكسب هذا الموقف ويكسب قلوب الناس بهذا الموقف ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يحضر المجلس يقول لابنه عبد الله ليتك قلتها ولو كان مقابلها حمر النعم يعني أفضل لي من كرائم الإبل وكرائم الأنعام أن تقولها في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشار إلى عبد الله بالبنان ويقول هذا الذي تحدث وهذا الذي أجاب عن السؤال أراد أن يفتخر به ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه علم ابنه الحياء أن يستحي في مجالس الكبراء ولكنه لم يعلمه الضعف الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه وأتباعه أن يتحلوا بخلق الحياء فقال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذاك ليس ذاك أنك تفعل كل شيء وتظن أنك تستحي من الله تتجرأ على المحرمات وتقول أستحي من الله تتجرأ على سيرة خلق الله وتقول أستحي من الله تتجرأ على أن تشاهد أشياء لا يليق بها أن تمرق نظرك ولا تسمع وتشنف آذانك بأشياء من شأنها أن تجلب عليك معاصي وتقول أن أستحي من الله ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء فحق الحياء أن تستحي من الله عز وجل وكما أسلف فضيلة الشيخ يسري فاحذر أن يجدك الله حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك أمرك بالطاعات وعظائم الطاعات وأمهات الطاعات فاحذر أن يفتقدك الله عز وجل احذر أن يفتقدك وأنت تبر والديك فهو أمرك بها احذر أن يفتقدك الله عز وجل وأنت تأكل من مال حرام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به احذر أن تمرق أذانك وعيناك بالحرام تستمتع بها لزة شهوة كفية بينك وبين نفسك فهذه لزة دنيوية شيطانية ولكن اتق الله عز وجل واعلم أن الله مطلع عليك يعلم السر وأخفى فلا يمكن أبدا أن يكون الإنسان المسلم المتزن المتزن في إيمانه وأخلاقه أن يكون لديه فصام في شخصيته يفعل أشياء أمام الناس ويفعل أشياء على النقيد عندما يخلو مع نفسه عندما تخلو مع نفسك لابد أن يكون ظاهرك باطنك ظاهرك هو نفس باطنك وباطنك هو نفس ظاهرك بل يبغي على المؤمن أن يكون باطنه أنظف وأكثر نظافة من ظاهره لأنه يخفي كل شيء حسن عنده حتى يتقرب به إلى الله عز وجل أما الذين يسورون أنفسهم ويزينون سورتهم الكارجية سورة وضاءة مليئة بالبهجة والحبور والسعادة ويصدرون للمشهد أشياء تختلف عن مكنون ما بداخلهم وما في قلوبهم فهؤلاء هيهات لهم هيهات أن يكونوا أن يستحوا من الله حق الحياء الحياء من الله عز وجل يستوجب منك أن يكون ظاهرك كباطنك إن لم يكن باطنك أفضل من ظاهرك فتتقرب بذلك إلى الله عز وجل ولذلك عندما أذكر قصة جليبيب وأختم بها عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ونحن نعرف من هو جليبيب قال له صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بيت فلان واخطب ابنتهم وقل لهم جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب ابنتكم فإذا به يدق الباب ويقول لهم جئتكم من عند رسول الله لأخطب ابنتكم فإذا بالأب والأم يقولان جليبيب وكأنهم يستقلون شخصية جليبيب أن تكون خاطبا لابنتهم أو أن يكون خطيبا لابنتهم فإذا بهم يقولون جليبيب في نفس واحد قال نعم جليبيب فكأنهم ينكرون عليه مطلبه فإذا بالفتاة تخرج من خدرها ومن مكمن حيائها ونحن نعلم أن الفتاة في القعادات القبلية وفي البيئات العربية تجدها كثيرة الحياء شديدة الحياء حتى في المباحات مثل الخطبة ولكن هذه الفتاة وهذه البكر وهذه البنت تخرج من حيائها ومن خدرها فتقول لهم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم جئتكم من عند رسول الله وكأنها استعزبت هذه الكلمة واستشعرت أنه جاء إليهم برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا جليبيب على الزواج من هذه الفتاة إلا لأنها يعلم أنها كفء له وهو كفء لها رغم أنه في الظاهر قد لا يشعران الأبوان أنها كفء له ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن جليبيب هو كفء لها فإذا بجليبيب بعد ذلك يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات فإذا به يقول في معركة يقول إني أفقد جليبيب أين جليبيب؟ أفقد جليبيب فإذا به يقولون يا رسول الله هذا هو عمر هذا هو أبو بكر هذا هو علي هذا هو فلان من الصحابة ومن كرام الصحابة وأكابرهم فإذا به يقول أفقد جليبيب وكأنه يبحث عن جليبيب فإذا به يجدونه قد استشهد ولقي الله شهيدا فإذا به يضع يده تحت عنقه صلى الله عليه وسلم ويقبله بين وجنتيه ويقول له طب تحيا وميتا يا جليبيب ضب تحيا وميتا يا جليبيب وكأن جليبيب قد ارتقى إلى الله عز وجل شهيدا بعد زواجه من هذه الفتاة وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئنا ويعلمنا أنه هو الذي يعرف مقادير الرجال ويعرف كيف أنه يختار الرجال ويعلمنا كيف يكون الحياء لهذه الفتاة في غير ضعف تخرج لأنه هناك كما قلنا شعرة بين الضعف وبين الحياء وبين الجرأة والتهور والشجاعة فالفتاة قد يظن البعض عندما تنزوي يكون حياء منها ولكن عندما خرجت في الحق قالت لهم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها تعلمهم أنها جريئة في الحق حيية وخجولة ولكنها جريئة في الحق نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستبعون القول فيتبعون أحسن أمين يا رب العالمين فضيلة الشيخ يسري عزام في كلمة حضرتك عن أنواع الحياء وأولى هذه الأنواع وأعتقد من الأهم هو الحياء من الله كيف يساعد الحياء على اتجاه المسلم في ضرب التقوى والوصول إلى التقوى والبعد عن فعل السيئات والرزائل بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه طبعا زي ما قلت لحضرتك في البداية ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وبضدها تعرف الأشياء من كثر حياؤه كثر ورعه ومن كثر ورعه فإن قلبه لا يموت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني موت القلب ده مصيبة من أعظم المصائب القلب اليقظ الضمير الحي يكون بمراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى الإنسان دائما وأبدا يضع نصب عينيه أن الله جل وعلا يطلع عليه وأن الله يعلم ما يفعل ألم يعلم بأن الله يرى الله سبحانه وتعالى يطلع علينا في كل أمورنا في خلواتنا وفي جلواتنا في بيوتنا وفي طرقاتنا في كل مكان يعني أذل دليل على هذا إن سيدنا آدم عليه وعلى نبينا السلام لما عصى ربه وأكل من الشجرة عبر القرآن بهذا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة سيدنا آدم والسيدة حواء تاب إلى الله جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حتى في بعض الروايات إن سيدنا آدم فر من الجنة فتعلقت به شجرة فقال الله جل وعلا أفرارا مني يا آدم قال بل حياء منك يا رب يعني بعد ما فعلته أنا وحواء أنا يا رب أخرج من هذا المكان حياء منك وأستحي منك ومن عظمتك يا إلهي رب العز سبحانه وتعالى حيي كريم زي ما قال لنا سيدنا النبي إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتين يعني أنت ترفع يديك وتقول يا رب أسألك كذا وكذا وكذا وتدعو ربك سبحانه وتعالى فالله يستجيب لك والله لي يتخلى عنك ألم يقل في القرآن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله لنا إلا الله ولا رب لنا سواه من ندعو إلاه سبحانه وتعالى أيا من كل ما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب ومن كلم في الدجا موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحاب ويا من خص أحمد واصطفاه وأعتق في شفاعته الرقاب لك الفضل المبين على عطاء من أنت به وضعفت الثواب كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء الله يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب متى دعوته استجاب لك سبحانه وتعالى مجرد إن الإنسان يعني يرفع يديه لله الله يستجيب أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فربنا حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحياة الأنبياء عليهم السلام يعلمون الحياة يعني سيدنا أيوب لما مسه الضر وظل سنوات طويلة يعني مريض واشتد به البلاء واشتد به المرض لما دع ربه قال دعوة بحياء ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بعد سنوات من المرض وسنوات من البلاء فجاء الأمر الإلهي فاستجبنا له سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام لما ألقي في النار وجاءه سيدنا جبريل وقال ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فعلمه بحال يغني عن سؤالي فجاء الأمر الإلهي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيدنا نوح لما دعا ربنا سبحانه وتعالى لابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فلم يكررها سيدنا نوح حياء من ربه جل وعلا سيدنا موسى يعني سيدنا النبي يقول في الحديث إن موسى كان حييا ستيرا وكان يستحي لا يخلع ملابسه أمام الناس فكان الناس يقول قوم سيدنا موسى إن موسى يستتر هذا التسطر إما أنه به برص أو به أدرة أو به آفة البرص هي البقع البيضاء التي يعني تؤثر في الجلد ويكون ظاهرة في الجلد الأدرة يعني قالوا هي انتفاخ في الخصية الآفة هو عيب يعتري جسد الإنسان فسيدنا موسى في يوم من الأيام خلع ملابسه ونزل يغتسل ووضع حجرا على ثيابه فخرج سيدنا موسى بعد اغتساله وقد تحرك الحجر بقدرة الله سبحانه وتعالى جرى الحجر بثياب هذه معجزة لسيدنا موسى فخرج سيدنا موسى وهو عريان ويقول ثوب حجر ثوب حجر أي أن الحجر أخذ ثوبه وأخذ يضرب الحجر بعصاه حتى قالوا إن الحجر وجدوا فيه حوالي ثلاث أو أربع أو خمس ندبات من أثر ضرب سيدنا موسى للحجر بالعصى فرآه القوم فعلموا أنه سليما معافا ليس في جسده عيب فهذا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أيضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه سيدنا السيدة عائشة يقول له يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيجيبها ويقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا حياء من ربه سبحانه وتعالى مع أنه الوحيد في القرآن الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما فيش زنب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما كان وما يكون وطهره الله من جميع الذنوب والعيوب ومع كل هذا يقوم من الليل حتى تتورم قدماه حياء من ربه واستحياء من ربه وحمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى في رحلة المعراج لما صعد إلى السماء إلى صدرة المنتهى قال الله سبحانه وتعالى فرضت عليك خمسين صلاة فسدنا النبي ونازل التقى بسيدنا موسى قال ماذا فرض الله عليك قال فرض علي خمسين صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك سر ربك التخفيف فعاد سيدنا رسول الله إلى ربه جل وعلا فطلب من الله أن يخفف عليه فقال الله جل وعلا خمس في العمل وخمسون في الأجر والسواب فعاد سيدنا رسول الله فلقيه سيدنا موسى فقال خفف ربي عني وجعلها خمسا في العمل وخمسين في الأجر والثواب قال إن أمتك لا تطيق ذلك فقال صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي أي استحييت أن أعود وأن أطلب من ربي التخفيف مرة ثانية الحياء كله خير الحياء لا يأتي إلا بخير ما أحوجنا في زماننا وما أحوجنا في هذا الشهر الفضيل أن نعود إلى أخلاق الإسلام الأولى وأن نعود إلى أخلاق سيدنا رسول الله الذي كان دائما وأبدا ما يدعو ربه جل وعلا ويقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئة إلا أنت الحياء ليس بالشعارات ولا بالهتافات ولا بالنداءات ولكن الحياء يعني الحشمة يعني الوقار يعني أن نتخلق بخلق رسول الله وأن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا لو عدنا إلى سنته وتأسينا بحضرته واقتدينا به صلى الله عليه وسلم لسعدنا في الدنيا والآخرة وكفانا في كل هذا أنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم خلق كخلق الحياء يستطيع الإنسان أن يدرك به خلقا كخلق الصائمين والقائمين لأنه تخلق بما تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يخلقنا جميعا بخلق الحياء ويجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم آمين 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 يا رب العالمين فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف ونحن في هذه الأيام وفي شهر رمضان للأسف الشديد نلاحظ من يجاهر بالإفطار أو يجاهر بالمعصية في هذا الشهر الفضيل وأيضا في مختلف الأيام فعلى عكس الحياء نجد المجاهرة بالخطيئة وبالذنب فكيف هو يعني الشرع كيف يجرم هذه المجاهرة إضافة إلى الذنب الذي اقترفه هذا المجاهر نعم حضر أحد التابعين الموت فأخذ يبكي بكاء شديدا فلما عوتب في ذلك قال والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت أن الرجل لا يكون بينه وبين الآخر الذنبي الصغير فيعف عنه فلا يزال مستحيا منه يستحي من الله عز وجل ويقول ابن القيم رحمه الله الحياء مشتق من الحياة فمن لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة فبين الزنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم فكل منها يستدعي الآخر ويطلبه ومن استحي من الله عند معصيته استحي الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من الله تعالى من معصيته لم يستحي الله من عقوبته فالمجاهرة بالمعاصي يقول عنها صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى في الدنيا والآخرة كما في الصحيحين إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح أي يوم القيامة وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه فلذلك المجاهرة بالمعصية زنب عظيم وزنب كبير لأن الله عز وجل سترك فلا ينبغي أن تتحدث بها أو تتحاكى أو تتغنى بمعاصي قد اقترفتها وكم من أناس نجدهم في حياتنا يذكرون بطولات زائفة من معاصي اقترفوها أو مغامرات اقترفوها في حال شبابهم أو في وقت متقدم من أعمارهم ثم بعد ذلك يذكر ذلك ويقول كنت أفعل كذا وكنت أفعل كذا وكنت أفعل كذا من باب التباهي والمفاخرة وإثبات الزات وكأنه يريد أن يتعالى أو يستطل على الناس بهذا وهو لا يعلم أن هذا نقصان في دينه نقصان في إيمانه نقصان في أخلاقه لأنه يحط نفسه في أرز لدرجة وهي المجاهر بالمعصية لا ينبغي لك أن تجاهر بمعصيتك بل تجاهر بالطاعة يجوز لك أن تجاهر بالطاعة لماذا؟ حتى تنقل هذه الطاعة إلى غيرك ويتأسى بك في غير رياء ولكن في إخلاص وتجرد وبنية صادقة أنك تريد أن يعمى الخير على الجميع أما فنسأل سؤالا للذي يجاهر بمعصيته لماذا تجاهر بها؟ هل تريد أن تعمم هذه المعصية على الناس؟ هل تريد أبنائك أو بناتك من بعدك يفعلون ما فعلته أنت في صبيانك في وقت صغرك أو في مرحلة الصبيان أم أنك تريد ماذا؟ أم هو مرض في الزات وفي النفس تريد أن تكمله نقص في ذاتك فتريد أن تكمله لا ينبغي للمؤمن أن يتحدث بحديث هو كان في جاهليته وقبل أن يعرف الحقيقة من حقيقة نفسه لا ينبغي أن يتحدث به بل عليه أن يئد هذه المعاصي أو أن يدفنها أو أن يسهم في خفائها حتى لا تعمم ولا يستشعر الناس أنهم يتجرؤون والأولاد والبنات من بعدك يتجرؤون على المعاصي لأن كبيرهم قد فعلها أو أباهم قد فعلها أو أمهم قد فعلتها فلذلك لا ينبغي لك أن تجاهر بمعصية بل عليك أن تخفيها وأن تدفنها وأن تئدها ولكن عليك أن تفتخر إن كان ولابد من افتخار أن تفتخر بطاعة الله عز وجل تفتخر بخير قدمته للبشرية تفتخر بمسألة كنت أنت مقدام فيها وأنت ذات أثر فيها وأنت ذات بصمة طيبة فيها تريد أن تنشرها بين البشرية أما أن تسطح الفضيلة وتعمم الرزيلة بمجاهرتك فهذا قمة الإجحاف للنفس وقمة البلوغ إلى المعاصي في زروتها لأنك تريد أن تعمم المعاصي لا أن تخفيها نسأل الله عز وجل أن يغفرنا جميعا آمين إذن فالحياء يقودنا إلى ضرب التقوى وبالتالي إلى نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في بين أفراد المجتمع بينما المجاهرة تؤدي إلى نشر تلك البطلات الزائفة التي في النهاية تنشر الفساد في نهاية هذه الندوة حول الحياء كضرب للتقوى وأيضا شعبة من شعب الإيمان أشكر فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف وأيضا فضيلة الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين على ما تفضلوا به من إضاءات وأيضا بيان للعديد من المحاور حول هذا الموضوع الهام أشكركم وأعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة وندوة جديدة من ذويات ملتقى الفكر الإسلامي من أكاديمية وزارة الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته